البروفيسور كامال صنهاجي الذي نصب على رأس الوكالة الوطنية للأمن الصحي من مواليد أربعة وخمسين تسعمائة وألف بالعاصمة باحث وأستاذ جامعي في قسم المناعة في جامعة ليون بفرنسا ومدير أبحاث في مستشفى ليون وطبيب في مستشفى إدوارد هيريو بالمدينة نفسها نال الدكتوراه في الطب عام سبعة وثمانين تسعمائة وألف من جامعة ليون واحد الفرنسية وحاز على ديبلوم من معهد الطب والصيدلة بجامعة ليون سنة أربع وثمانين تسعمائة وألف وبكالوريوس في الطب والصيدلة من جامعة ليون أشرف سنة ألفين وخمس عشرة على إنشاء مركز للأبحاث العلمية البيو تكنولوجيا بالجزائر سنة خمس وتسعين تسعمائة وألف وانتخب عضوا بالمجلس الشعبي الوطني وألف العديد من الكتب الطبية وله أزيد من مئة بحث علمي ونال العديد من الأوسمة البروفيسور إلياس زرهولي الذي نصب مستشارا خاصا للوكالة الوطنية للأمن الصحي من مواليد واحد وخمسين تسعمائة وألف بتلمسان متحصل على شهادة الدكتوراه في الطب من جامعة الجزائر عام خمسة وسبعين تسعمائة وألف التحق بجامعة جون هوبكنز بالولايات المتحدة الأمريكية عمل بين عامي واحد وثمانين وخمسة وثمانين في قسم الطب الإشعاعي في كلية الطب في فيرجينيا حيث ابتكر جهازا للتصوير المجسم سكانر شغل البروفيسور زرهوني عدة وظائف أبرزها أستاذ بجامعة جونز هوبكنز ثم شغل سنة ألفين واثنتين المنصب المرموق جدا كرئيس لمعاهد الصحة الأمريكية بالإضافة إلى عضويته في الأكاديمية الفرنسية للتكنولوجيا كما يسجل للبروفيسور ما يربو عن مائة وسبعة وخمسين منشورا محققا وثماني براءة اختراع البروفيسور إسماعيل مصباح الذي نصب نائب رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي من مواليد واحد وخمسين تسعمائة وألف بولاية سطيف متحصل على شهادة في الدراسات الطبية المتخصصة في الأمراض المعدية سنة تسع وسبعين تسعمائة وألف ودكتوراه في التخصص سنة ألفين وستة ليرتقي إلى درجة بروفيسور في الأمراض المعدية سنة ألفين وتسعة تولى منصب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة أنفلونزا سنة ألفين وتسعة واللجنة الوطنية متعددة القطاعات للوقاية ورصد مرض الصيدة بين سنتين ألفين وثلاثة عشر ألفين وسبعة عشر واللجنة الوطنية متعددة القطاعات للوقاية ومكافحة التهديدات الصحية التي يمكن أن تتحول إلى وباء والحالات الصحية المستعجلة ذات الطابع الدولي كما ترأس لجنة تطبيق المخطط الوطني لمكافحة السرطان واللجنة الوطنية للحد السريع من وفية الأمومة واللجنة الوطنية لمدونة الأدوية